اهلا بكم فقرات مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين والمهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الفطر وقلبي طبعا وقلوبنا كلنا كعرب مع فلسطين هنخش في الموضوع على طول احنا كنا مبارح منزلين فيديو عن عالم الفلك مجد غانم ولقاءه برئيسة مجلة الجرس الاستاذة الندال احمدية والكلام ده من حوالي اربع شهور او خمس شهور تقريبا وكان ساعتها كان بيقول توقعات لعام 2021 ومبارح كنا منزلين فيديو في مجموعة من التوقعات او ابرز ما قالوا وانا النهاردة جايبا لكم كل التوقعات الكاملة اللي قالها ياريت تسمعوها معايا لان فيها حاجات مهمة جدا وفي حاجات منها اصلا حصلت خلال المدة اللي فاتت تعالوا مع بعض نشوفها وقت ايه اهل سنة 2021 هي سنة الانجازات العلمية في جميع المجالات في الاتصالات وفي الفضاء وايضا ستظهر اختراعات جديدة يحكمها الزكاء الاصطناعي هذا من جهة من جهة اخرى بيحكم هذه السنة كوكب عطارد وكوكب عطارد يعني زلازل وبرقين واعصير وفي دول هتستخدم الزكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وهتكون في سراء فاحش وفي دول للأسف هتكون في الظروف اقتصادية القاهرة هتقسم العالم لنصفين قسم في مجاعات وقسم اخر هاستفاد من تلك الظروف الاقتصادية وهيكون في طرف وبالنسبة الامريكا بيقول ان برجها الدولي السرطان وازاي نعرف كل دولة برجها عمل ازاي بنشوف العيد الاستقلال بتاعها او العيد الوطني او العيد القومي لكل دولة وبنشوفه في تاريخ كام ومن ساعتها بنحدد البرج بتاع كل دولة يعني مثلا برج امريكا برج السرطان لان عيد الاستقلال بتاعها في شهر يوليو فهي طبعا لبرج السرطان المهم هو بيقول مجموعة من التوقعات لدولة امريكا منها ان الزلازل ستطال لولايات المتحدة ودخول امريكا في انهاء اهم المنظومات النووية في العالم مع تدخل روسي وبيقول احتمال كبير يكون ايران ولوس انجلوس تتصدر نشرات الاخبار في كارثة غير مسبوكة والولايات المتحدة تحذر الطيران على دولتين السويتين لكن هو محددش بالزبط الدولتين وايضا هنشوف انسحاب جزئي غير مسبوك في الشرق الاوسط من القوات الامريكية انسحاب جزئي وليس قلي وفيه اه سكوت طائرة عسكرية بسبب خطأ فني او ممكن نشوف طيارتين دخلوا في بعض اه من ضمن برضو توقعات العالمية شايف اختيال شخصية سياسية قد تصل لردبة رئيس في طائرته الخاصة في الجو وامريكا تتدخل في انهاء حروب بالشرق الاوسط والعالم العربي وتعلن عن بدء حروب جديدة اما اعتقد لما تقول ان نسمع كلمة حروب بالشرق الاوسط يبقى اكيد بنتكلم عن الحرب اللي داير حاليا بين فلسطين واسرائيل وبيقول اكتشاف قاتل الامريكي في المستشفيات والشماعة كورونا والحقنة هي السلاح يعني بمعنى في واحد هيخش المستشفيات في امريكا قاتل او سفاه هيخش معا حقنة فيها سلاح بيولوجي او ممكن فيها المرض نفسه بتاع كورونا بموت الناس بها جينيف مركز اتفاقيات وقف اطلاق النار نتمنى نكون فعلا نشوف دور الجينيف اللي بيحصل دلوقتي في فلسطين وحريق يضرب مركز ثقافي ضخم في بريطانيا وبيدن عيونه على سوريا وعلى ايران في صفقة غير مسبوكة مع تهران مرورا باللبنان وحزب الله والعنوان بايدن في خلاف عائلي هيكون عنده وسيظهر للعلن وكورونا طويل الامد للأسف يعني لسه مكمل معانا وظهور فيروس من نفس الفصيل والكمامة لا تحمي وده طبعا ظهر في الامن اللي فاتت لما سمعنا عن ظهور السلالة الجديدة او السلالة الهندية اللي فعلا ما بترحمش والكمامة بتعملش حاجة ولا الجهاز المناعي ولا بعض اللقاحات بتأثر نهاية الدرس والكشف عن المسطور عن كورونا وبالجتس في موقف صعب لان بالجتس من اوائل الناس اللي تكلموا عن فيروس كورونا قبل حدوثه فنزويلا محور صعب امريكي روسي يفضح في مناجم الذهب الملف الاقتصادي اللبناني على طاولة الاجتماعات الدولية بمعنى ان هما اللبنانيين مش هيعرفوا يحلوا المشاكل بتاعتهم من نفسهم لازم ان يبقى فيه تدخل دولي من الخارج التقم الحاكم اللبناني هارب مسجون محجور ولا تغيير في الانظمة الحاكمة في المنطقة او في لبنان يعني الانظمة الاساسية مش هتتغير هتبقى سابتة بمعنى ان الحزب القوي هو هيفضل برضو موجود في الحق الاحتجاجات تعود مع تصعيد اسرائيلي في المنطقة وطبعا ده حصل دلوقتي ظهور ازمات انسانية ضخمة في العالم العربي والعالم يطلب تدخل لمجتمع الدولي ودلوقتي برضو نفس النظام التوقع ده فعلا حصل في الايام ديا العنف والفوضى تتوسط اوروبا وامريكا تمد يد العون للمساعدة في ازمة كورونا الامارات الى الفضاء مجددا وده حصل من قريب في موضوع مسبار الامل خدوا بالكم التوقعات دي كان ايلها في بداية رأس السنة يعني مش الكام يوم اللي فاتوا اه حابنا ان احنا نعرضها وفيه منها حصل وكل اي حاجة بتحصل انا بقول لكم هو فعلا ده اللي حاصل ولي طبعا ما حصلش اه ربنا يعني يسطر لو ممكن يحصل او ما يحصلش العلم عند ربنا طبعا بس بنقوله موجد برد شديدة تضرب شرق الولايات المتحدة وده برضو حصل في الايام اللي فاتت لما كان قبل الصيف الشتاء كان صعب جدا وخصوصا في امريكا كان التلج بوصل لاعلى مستوياته في الشوارع وكان مغطل عربياته من بهدل الدنيا اللي ساكن في امريكا من الجلال العربية ممكن يأيدني في هذا الكلام الازمة الليبية في محكمة العدل الدولية والوضع زاهب الى الاستقرار والى الافضل ودي حاجة كويسة الارهاب يطال طلاب من نيورك والسبب طائفي الارهاب يطال الحرم الابراهيمي في الضفة الغربية نتمنى طبعا ما يحصلش اي حاجة في الضفة الغربية كفاية اللي هم فيه ولو هيحصل ارهابي بارهاب اسرائيلي مية في المية صراع في الجو الصيني الياباني واختيال لاعب كرة قدم عالمي في جريمة بشعة والكوميديا المصرية في حداد طبعا ما تقول لنا عارفين دلوقتي ان الاستاذ سامير غانم الفنان المصري الكوميدي الشهير حاليا في المركزة وايضا زوجته الاستاذة دلال عبدالعزيز برضو تعبانة جدا مسابب فيروس كورونا والغاية دلوقتي بقالها اكتر من رشرين يوم او ممكن ان رابط على شهر كلما بيعملوا لها تحليل فيروس كورونا بيطلع ايجابي للأسف وهي دلوقتي اه عايشة على الجهاز الصناعي والاكسوجين وجلسات الاكسوجين نظرا ان فيروس كورونا افلها خالص الرئة. اه الجوائز العالمية العالمية هتكون من مصير الاطباء وفي مخاوف على الرئيس الجمهورية اللبنانية. بكنا نكون انتهينا من توقعات مجد غانم العامة هو عالم فلك وخبير في اه الابراج وعارف حاجات كتير وليه توقعات كتيرة وزا ما احنا شايفين واحنا عمالين قول التوقعات بتاعته في حاجات كتيرة عاملنا حصلت اصلا في الايام اللي فاتت واللي ما حصلش ممكن يحصل طبعا وممكن ما يحصلش لان العلم عند الله لكن ان شاء الله انا اتمنى الخير والسلام لكل الدول العربية وخصوصا فلسطين وان قزمتها تنحل. انا كده انتهيت لكن ما تنسوش تشتركوا لو لسه ما اشتركتوش هتلاقوا زرار الاشتراك او زرار سبسكرايب دوسوا عليه هتفعلوا جرس التنبيهات للكل عشان توصل لكم الاشعارات وفي نفس الوقت لو الفيديو اللي انتو سمعتوه ده او شوفتوه عجبكم ياريت تعملوا لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس المهتمة بنفس النوعية دي من الفيديوهات. آآ شكرا واتمنى لكم الخير والسلام وكل سنة وحضراتكم طيبين.